قناة دوزيم تثير سخط المغاربة من جديد بعد استضافة فنان مثير أثار مرور فنان إفريقي على النشرة الرئيسي للأخبار بالقناة الثانية سخط المغاربة بسبب تركيبه لملاقة الغسيل على شعره في شكل مثير يدعي من خلاله أنه نوع من أنواع الفنون وقال متابع على فيسبوك تعليقا على الواقع فنان من إفريقيا الوسطى اهتدى لفكرة قال ربما تجعل منه شخصية مشهورة ويوضع ملاقة الغسيل على شعره كنوع من أنواع الفن ولأن قناة دوزيم تشجع التافهين والمحتوى الفارغ فقد أفردت له مساحة واسعة في نشرتها الإخبارية باللغة الفرنسية كضيف رئيسي وأردف المتابع فسأله المذيع هل وجدت فرصتك في وطنك الثاني المغرب للكشف عن موهبتك التي أطلقتها من هنا في الدار البيضاء فرد عليه فنان القراصات كل شعرة في رأسي أحولها إلى قطعة فنية يذكر أن دوزيم قد أثارت في العديد من المرات استنكارا واسعا من الشعب المغربي باستضافتها لذواهر مثيرة وشادة تسوق للانحراف الأخلاقي في عدد من المرات وزوينا هذه عمر رصق بالقراصات وتباند الشاشات التي تنشر التفاهات قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي